السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أخبار مفرحة لا ضرائب جديدة جديد منحة البطالة زيادات في الأجور أصحاب الفئات الهشة سيكون هناك جديد والشبكة الاجتماعية ومنح التقعد أخبار مفرحة نزفها إليكم لنستمع إلى هذا التقرير يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه لا يوجد أي ضرائب جديدة ولا أي ضرائب تموس بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا وهذا يأتي في إطار مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي وفي إطار سياسة طابع اجتماعي للدولة الجزائرية بالإضافة إلى أن السيد رئيس الجمهورية التزم بالحفاظ على كرامة المواطن وحماية القدرة الشرائية من الناحية الاجتماعية في القيمة الاجتماعية وهو أنه لا تفرض أي ضرائب وهذا شيء مفيد بالنسبة للمواطن ومن ناحية الاقتصادية أيضا مفيد أيضا لأنه سيشجع الاستهلاك إذا لم تكن هناك ضرائب جديدة خاصة على المواد الاستهلاك الواسعة أي أن أسعارها ستنخفض نوعا ما وهذا خبر مفرح حتى للمنتج لأن سعر منتوجاته ستكون منخفضة بما أن ليس هناك أي ضرائب جديدة وسيتم أيضا من خلال هذا القانون المفرح والمشجع دعم كل من الصحة والسكن والتعليم ودعم أيضا صندوق الوطني للتقاعد وسيتم تقديم إعانات لهم لتتمكن من صرف المعاشات كما أنه ستكون هناك زيادات رسمية ابتداء من سنة 2023 تكون زيادة كبيرة في الأجور وتوسيع أيضا لمن يستفيد من منحة البطالة كما سيتم توسيع مقدار حجم الزيادة لمنحة البطالة وأيضا ستكون هناك فئة لأصحاب الفئات الهشة والشبكة الاجتماعية كانت هذه آخر مستجدات لنهار اليوم إذا أردتم التعمق في المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب